لو أنزلنا هذا القرآن لم يقل لو أنزلنا القرآن قال هذا ليقول لك أن القرآن الذي بين أيدينا اليوم هو ما يتحدث عنه الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن أي أن القرآن الذي نقرأه نحن بلغته العربية بسوره المئة وأربع عشرة سورة وآياته الستة ألاف ومئتان وستة وثلاثون آية هذا المصحف هذا القرآن نفسه لو أنزل على جبل ما الذي يحدث لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إذن القضية أيها الأحبة تحتاج لتفكر دعونا نتفكر في هذه المعاني ما هي الرسالة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يوصلها لنا من خلال هذه الآية يريد أن يقول لنا لا تستهزئوا وتستهتروا بهذا القرآن العظيم بين أيدينا كنز أيها الأحبة كنز عظيم هو القرآن لا تغفلوا عن هذا القرآن لا تشغلكم الدنيا بمتاعها وملذاتها هذه الدنيا فانية ستفنى هذا القرآن هو الذي سيبقى هو الذي سيكون طريقا لك لدخول الجنة هو الذي سيؤنسك في القبر هذا القرآن فيه قوة شفائية أيها الأحبة لو أن هذا الجبل هذا الصخر ذرات التراب لو أنها تفقى هذا الكلام الموجود في القرآن بالفعل لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا ومرحلة الخشوع تسبق التصدع يعني نحن نعلم أيها الأحبة أننا إذا جئنا بحجر وأجرينا عليه اختبار اختبارات ضغط فعندما تضغط هذا الحجر أول شيء تبدأ الذرات بالانضغاط والاهتزاز ثم يبدأ بالتصدع إذن كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك أيها الإنسان هذا الجبل يخشع ويتصدع وأنت يتلى عليك كلام الله عز وجل هذا الكلام القوي الكلام الثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيل هذا الكلام الثقيل معقول أنك لا تتأثر به لا تكترث له تسمعه ولا تبالي قلبك لاهن بأمور دنيوية وبين يديك هذا الكنز العظيم كلام الله بين يديك تذهب لتستمع إلى الأغاني وإلى مقاطع على المواقع التواصل ستضرك ولن تنفعك وتنسى هذا القرآن إذن أيها الأحبة إياكم أن تكونوا من الذين نسيهم الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله فنسيهم إذن تذكروا بأن هذا القرآن هو كنز عظيم بين أيدينا أيها الأحبة على الأقل حاول أن تستمع لكلام الله على مدى 24 ساعة وأنت نائم استمع للقرآن وأنت تأكل استمع للقرآن اليوم أصبحت وسائل استمع للقرآن ميسرة جدا من خلال الموبايل من خلال فلاشة من خلال الشاشة من خلال تلفزيون من خلال وسائل كثيرة جدا أحبتي في الله لذلك أيها الأحبة أختم وأقول رجاءا ونصيحة احفظوا هذه الآية ستنتفع بها يوم الموت ويوم لقاء الله سبحانه وتعالى وستكونوا يعني أنيسا لكم في وحشة وظلمة القبر احفظوها رجاءا ورددوها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللهم اجعلنا من الذين يتفكرون بآيات كتابك ويحرصون على تلاوتها والاستماع إليها وأن نلقاك يا رب وأن تراضي عننا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة